بيبدأ مسلسلنا مع تشان شاب خجول وهادي ومطيع جدا حلمه يشتغل مخرج وبيكون بيحب بنت معاه في الجامعة اسمها شين وعلشان كده بيبدأ يشتغل في قسم الترفيه في شبكة قنوات اسمها كي بي اس لان شين شغال هناك فبقى تشان ضمن فريق اعداد وتقديم البرامج في القناة وفي اول يوم ليه في الشغل بيتأخر جدا فبيركن عربيته بسرعة وبينزل علشان يلحق حفلة الترحيب اللي عاملها القناة للموظفين الجداد فبتيجي المخرجة جين وبتغبط عربيته وهي بتفتح باب عربيتها فبتقدر توصل لرقمه علشان تبقى تكلمه وبتتحمل تكاليف تصليح عربيته وجين بتبقى مخرجة برنامج الميوزيك بانك وده واحد من اهم البرامج الترفيهية اللي بتقدمها القناة ومعروفة عن جين انها شخصية قوية وعصبية جدا فالكل بيترعب منها بس في الحقيقة بتبقى شخصية طيبة وبتمثل بس قدام الناس انها قوية علشان شكلها قدامهم ما يبقاش ضعيف ويستغلوا ضعفها ضدها وجين بتبقى هي المسؤولة عن استقبال فريق الموظفين الجداد واللي تشان بيكون واحد منهم علشان تبدأ يعني تعلمهم طبيعة شغلهم ولان تشان كل شوية تليفونه بيرن بتتعصب منه جين وبتطلب منه يقفل تليفونه طول ما فيه بس البرنامج مع ان هي اصلا اللي بترن عليه علشان عربيته بس جين ما كانتش تعرف انه تشان هو صاحب العربية وفي وسط ما هم بيشتغلوا بيعرف تشان ان زميلته شين اللي بيحبها بتحب المخرج جون وفي علاقة مع بعض وجون هو مخرج برنامج في الشركة بس البرنامج بتاعه فاشل ومحدش بيحب يتفرج عليه وبسبب ده البرنامج بقى مهدد انه يتوقف وعلشان كده جون بيروح يتكلم مع مدير القناة علشان يقنعه ما يوقفش البرنامج بتاعه فمدير القناة بيطلب منه يغير فريق المشاهير اللي بيظهر في برنامجه ويجيب غيرهم علشان يطلعوا بأفكار جديدة تعجب الناس وساعتها مش هيلغوا البرنامج بعدها بقى بنرجع لتشان اللي بيكون احبط جدا بعد ما عارف انه حب حياته وبتحب حد تاني وكمان لما بيقابلها في القناة مش بتبقى فاكرة حتى فبيرجع تشان لزميله علشان يشوف شغله وساعتها بتحصل مشكلة مع ضيفة برنامج جين واللي بتكون مغنية مشهورة اسمها سيندي وده لان سيندي بيكون لبسها اوفر شويتين ومش مناسب لسياسات القناة بس هي مصممة انه مناسب ومش هتغيره لانها شخصية عنيدة ومغرورة جدا فبتضطر جين تروح لها بنفسها علشان تكلمها وساعتها الكل بيفتكر انها تتخنق معاها بس الحقيقة ان جين طلعت كل الفريق برا وقعدت تترجى سيندي تغير لبسها علشان ما تتضرش في شغلها فبتضحك عليها سيندي وبتقول لها ان هي هتغيره بس سيندي مش بتغيره وبتظهر بي وهي بتغني في البرنامج وده بيخلي منظر جين وحش جدا ولان واحد من الفريق بيعجبه شكل سيندي وجين بتسمعه بتفكر انه تشان فبتهزق تشان قصد كل زمايله فبيرجع تشان من اول يوم شغلي لي وهو ازعلان جدا وبيلاقي جين قاعدة تتصل بيه علشان العربية فبيروح يقابلها وساعتها بتتفاجئ جين انه تشان هو صاحب العربية اللي خبطتها فبتضمنه انه مجرد تخدش بسيط بس تشان مش بيلاقيه بسيط ولا حاجة وبيقول لها انها عربية بابا فهو لسه يتكلم معاه وهيشوفها تحتاج ايه ويبلغوها ولما بتعرف جين ان شكلها تدفع كتير بتتعصب عليه وبتقول انه هو اللي غلطان اصلا لان ركنة عربيته كانت غلط وبتسيبه وبتروح على بيتها وبنعرف انها عيشة هي واخوها في بيت جون وده لان هي وجون صحاب جدا من ايام المدرسة وكمان الشقة اللي عيش فيها جون دلوقتي هي في الاصل ملك العيدة جين بس لان عيدة جين وضعها المالي كان صعب ساعتها جون طلب من ممطو تشتري منهم شاقتهم لانها كانت عجباة وفضل عيش فيها لحد ما كبر هو وجين وبقوا شغالين سوا في نفس القناة لحد ما من شهرين بس عقد ايجور الشقة اللي كانت عيشة فيها جين انتهى ولانها مش معيها فلوس كفاية تجدده والشقة الجديدة اللي بتجهزها لسه اصدها اربع شهور علشان تستلمها فبتروح جين وبتحط حاجتها عند جون في شقةه بالغازب وبتقوله انه مضالها على تعاهد يسمح لها تعيش في شقةه لمدة اربع شهور فجون مش بيعرف يقولها اي حاجة وبيضطر يسيبها تعيش معاه وفجأة بيرين تليفون جون فبتفهم جين انها حبيبته شين فبيستغرب جون ازاي عارفة عن علاقتهم فبتقوله جين ان القناة كلها عارفة اصلا وشين بفهم الكل انهم هيتجوزوا كمان فجون بيعرفها ان علاقتهم مش جد اصلا فبتطلب منه جين يكون صريح مع شين ويبلغها بده علشان ما يزلمهاش معاه وفي نفس الوقت ده بيقابل تشان شين صدفة في الشارع فبتسلم عليه وبتسأله هيشتغل تبع فريق اي برنامج فبيقولها انه لسه ما قررش فبتعرض عليه شين يجي يشتغل معاها في برنامج اسبوع الترفيه وعلشان كده بيروح تشان تاني يوم في شغله وبيطلب في ورق رغباته انه عايز يشتغل في فريق اسبوع الترفيه فعلا بس من حظه المسؤول بيحطه في فريق برنامج جون فبيروح تشان علشان يعرف نفسه للفريق الجديد بس محدش بيهتم بيه وده لانهم مش عارفين ازاي يتصرفوا مع مقدمات البرنامج اللي المفروض يمشوهم خصوصا ان من ضمنهم ممثلة شخصيتها الصعبة شويتين وكان اسمها يون فبيبقى الفريق كله رافض ان حد فيهم يبلغها بنفسه فجون مش بيلاقي حد مناسب غير تشان لانه الجديد فيهم ومش عارف اللي فيها فبيطلب منه يروح ويبلغ يون انها بقت بره البرنامج فبيروح تشان علشان يقابلها ويتكلم معها فعلا بس يون مش بتديله فرصة يتكلم وبتفهم كلامه كله بالعكس وبتفتكر انه عايزها تشتغل اكتر فبتروح بعدها على عشا التوضيع اللي كان عامله جون لفريق البرنامج وبتتفجئ ساعتها انه مستغنوا عنها فبيحس جون بالاحراق جدا فبيتعصب على تشان وبيطلب منه ما يوريهوش وشو تاني فبيخرج تشان وهو متضايق وبيرجع على القناة فيون بتتصل بيه وبتطلب منه ياخد الحاجات اللي سابتها على مكتبه الجون فبيرجع جون على حفلة فريق القناة وفي الطريق تشان بيقابل سندي بالصدفة وبتبقى الدنيا بتمطر فبيديها شمسية بس علشان الشمسية مش بتاعته ومخصصة بس الموظفين القناة بيطلب منها تشان تبقى ترجعها علشان ما يخصموش من مرتبه وعلشان يتأكد ان هي هترجعها بيصر عليها ياخد رقامها فبياخدوا ارقام بعض وفي نفس الوقت ده بيقابل جون شين وبيعتزر زر لها لانه مش هيقدر يكمل معاها وعايزين هي علاقتهم وبيوصل بعدها تشان لمكان الفريق وبتشوفه جين فبتتعامل معه بلطافة علشان يتسهل معاها في فلوس تصليح العربية بس المبلغ اللي بيقوله تشان بيبقى وليل وعلشان جين مش معاها المبلغ اللي طلبه بتحطه في دماغها وبتحذره انه لو خد 3 انذارات في فترة تدريبه هيترد من القناة وهو اساسا خد اول انذار منهم النهاردة بسبب اللي عمله معيون وبعد ما الحفلة بتخلص والكل بيرجع بيته تشان بيشوف جون وجين وهم بيتفقوا عليه علشان يطردوه وبيتصدم لما بيلاقيهم طلعين نفس الشقة مع بعض وتاني يوم بتتكلم جين مع جون وبتسأله لو كان صارح شين عن حقيقة علاقتهم فجون بيطلب منها تخليها في نفسها وبيفكرها انها لحد دلوقتي مش عارفة تكمل في علاقة واحدة فكان القرد بقى نفع نفسه فبيسيبها وبيروح على شغله وهنا جين بتفتكر كل اللي ارتبطت بيهم وانفصلوا عنها وكان الشخص الوحيد اللي بيقف جنبها كل ده وبتعود تشتكيله هو جون وبعدها بتروح جين هي كمان على شغلها وبتشوف شين وهي قاعدة تعيط فبتتفاجئ ان جون خلاص انفصل عنها فبتعود تواسيها وبيشوفهم وقتها تشين فبيتلغبط وبيبقى مش فاهم ازاي بيتعاملوا مع بعض عادي وهما مرتبطين بنفس الشخص بس مش بتبقى دي مشكلته الوحيدة لان جين مش بترحمه وبيتخليه رايح جاي يجيب لها طلبات وكمان فرضت علي تدفعله فلوس العربية على قصات ومش علشان مش معها فلوس وكده لأ ده هي بس مش حابة تدفع مبلغ كبير مرة واحدة فهتبقى كل شوية تنديله جزء منه فبيضطر تشين يوافق وبيروح بعدها على شغله علشان يشارك في اجتماع فريق جون اللي بيطلب فيه جون من فريقه ويقترحوا افكار جديدة لمحتوى البرنامج اللي محدش بيشوفوا غيرهم بس محدش منهم بيكون وصل لحاجة مع ده تشين اللي بيقترح ان هم يعملوا برنامج عن الكابلز يصطدفوا فيه مشاهير علشان يوفقوا ما بينهم وبيحاول تشين يقنع جون وبقي الفريق بفكراته وبيقول له من البرامج دي بتنجح جدا في كل مرة بترجع تتعرض فيها فجون بيتطرق على فكراته بس لما بيروح بعدها وبيتقابل مع مديره وبيسأله عن الافكار اللي وصل لها جون مش بيبقى عنده اي افكار تانية فبيضطر يقول له على فكرة تشين والمفاجأ ان المدير بتعجبه فكرة تشين جدا فبيروح جون وبيبلغ فريق ان هم ما يعتمدوا الفكرة وبيبدأوا يتواصلوا مع مشاهير ممكن يصدفوهم في البرنامج وبيقع اختيارهم على مغنية مشهورة اسمها هاني بس هاني بتتورد في مشكلة وبيتقبض عليها فبيحتر جون وبيبقى مش عارف يتصرف ازاي وده بيخلي تشين يقترح عليه يجيبه سينتي مكانها بس طبعا جون عارف انها مستحيل توافق فبياخد تشين على قد عقله وبيقول له ان لو قدر يقنعها هيعمل له اي حاجة هو عايزها وقبلها كانت تشين بعض رسائل لسينتي علشان ترجع الشمسية اللي كانت وغدها منه وده خلي سينتي تستغرب شخصيته جدا وازاي بيكلمها بس علشان الشمسية وبتستغرب اكتر بعد ما تشين بيكلمها وبيسألها لو ممكن يجي لها مكان شغلها علشان يتكلم معايها فبتوافق علشان بيبقى عندها فضول تعرف هو عايز ايه منها فبيروح لها تشين وبيعرض عليها تشارك في البرنامج بتاعهم وبيحاول يقنعها بس بتقطعهم بيون مديرة الوكالة اللي سينتي شغلها لصالحها وبتقول بيون لتشان ان مشاركة سينتي في البرنامج بتاعهم مستحيلة لانها تخليها تتخلى عن حفلات كتير بتدخلهم فلوس ده غير طبعا ان بيون كمان مش بتطيق جون ولا جون بيطيقها فلما جون بيعرف ان تشان بيعمل مقابلة مع سينتي بيروح وبياخده من هناك وبيقوله انه ما كانش ينفع يتقابل مع الناس دي وبعدها بيروحوا سوا علشان يتعشوا وبينضم ليهم بقي زمايلهم في القناة واللي بيخلوا تشانو الاول مرة في حياته يشرب كتير جدا فبيبقى تشان مش في وعيه وبيروح لجين على بيت جون علشان افتكر انه نسي يديها الاكل اللي طلبت منه يشتريه لها بس من كتر التعب بيقعي تشان وبينام وصدب بيتهم فبتاخدوا جين وبتدخلوا على الكنبة وبييجي جون وبيبقى هو كمان مش في وعيه بسبب الشرب فبيصحى تشان بقى علشان يمشي بس جين بتطلب منه يسيبه ينام لانه مش في وعيه ومش هيعرف يروح وتاني يوم الصبح بيسألوا تشان ازاي يعرف انه هم مسكنين مع بعض فبيقولهم تشان انه عايش قصادهم وشافهم بالصدفة فبيحاول جون وجين يفهمو انه مفيش بينهم حاجة وانهم مجرد صحاب مش اكتر ومضطرين يعيشوا مع بعض بشكل مؤقت بس تشان بيبان عليه انه مش فاهم حاجة خالص ومش مصدق انهم مجرد صحاب فبتبقى جين خايفة جدا ليقول اي حاجة لزميلهم في الشغل فمش بتسيبت شان في حاله وبتفضل تلحقه علشان تأكد عليه ما يقولش لاي حد انها عايش مع جون في نفس البيت فبيوعيدها تشان انه مش هيقول لحد حاجة وبيسألها لو كانت شين عارفة انها عايش مع جون في نفس بيته وبيقولها انه عارف شين من ايام الجامعة وكان خايف يعني لما شعرها تتجرح لو ما كانتش تعرف فبيطمنه جين ان شين وجون انفصلوا اصلا فبيفرح جدا بس بعدها بتقوله جين ان شين زهقت من الشغل وقررت تسيبه وترتبط بشخص تاني فبيرجع يزعل فبتفهم جين ساعتها انه بيحب شين وبعدها بيرجعت شين وجين على الشغل وهناك جين بتعرف انه جالها استدعاء من هيئة الركابة علشان للنفس اللي ظهرت بي سيندي فحفلة برنامجها اخر مرة فبتعمل جين نفسها متعصبة جدا وبتبلغ مديرة اعمال سيندي انها مش هتسمح لها تشارك في حلقة برنامجها الجاية على اساس بتعقبها بقى وكده بس سيندي اصلا مش بتكون مهتمة لانها قررت تشارك في برنامج جون بعد ما اقتنعت بكلام تشان وحبت تستغل ظهورها في البرنامج علشان تغير صورة الناس عنها وتبين انها لطيفة وكيوت مش بردة وانانية زي ما بيقولوا عنها فبتروح فعلا وبتقابل تشان وبتبلغوا انها وفقت تشارك في البرنامج بسبب كلامه فلازم بقى ياخد باله منها وينفس كل طلباتها وبالليل بيقابل تشان جون وجين وهو في طريقه للبيت وبيلاقي جين شايلة صندوقتي القوي فبيغضوا منها علشان يساعدها وكان ساعدها جون بيكلم مامته اللي كانت عايزة تعرفه على بنت فبتسمعوا جين وبيبن عليها انها متضايقة فبيلاحظ تشان وبيتأكد وقتها انها بتحب جون ولما بيطلع جون وبيشوف تشان عندهم بيغير على جين لانه موجود معاها وهي الوحدها فبيطلب من جين ما تسمحش لحد يدخل البيت تاني وهي الوحدها كده وتاني يوم بيحضر لها بنفسه الفطار لانه عارف ان ايديها واجعها فتفرح جين جدا وعلى الجانب التاني في القناة بيبدأ فريق جون يحضر لتصوير البرنامج وبتروح سندي علشان تبدأ تصوير وبتكون سندي مخططة تستغل تشان وتخليه يقع في حبها وتمثل انها مهتمة بي لان تشان هدف سهل بالنسبة لها لانه غالبان جدا ووجود شخص لطيف زي تشان في حياتها بدل حد مشهور زيها هيخلي صورتها تتحسن اكتر زي ما هي عايزة فبتبدأ سندي في خطتها وبتحاول تتقرب منه بس تشان بيتصرف بتلقائية جدا ومش بتعرف سندي تتصرف معه زي ده وخطتها بتبدأ تتقلب عليها لان هي اللي بتبدأ تعجب بيه بسبب تلقائيته واهتمامه اللطيف بيها بعد ما بيتطروا يخيموا في الغابة لوحدهم علشان تصوير جزء من حلقات البرنامج وساعتها كان من ضمن التحدي اللي سندي هتصوره انها لازم تكلم حد من صحابها يشجعها علشان تقدر تاكل وده وطر سندي جدا لان ما عندهاش صحاب بيحبوها ولما كلمت واحدة منهم اتعاملت معاها بقلت زوق جدا وقفلت في وشها فده زعل سندي قوي بس حاولت ما تبينش ووقتها حاولت شان يوسيها من غير ما يحسسها بده وادها اكتاب علشان يساعدها على النوم لما تقراه وتاني يوم بينضم تشان كشريك لسندي في البرنامج وده لان باقي المشاهير اللي شاركوا في البرنامج محدش فيهم حب يختارها فكنت لوحدها وساعتها بيون بتتدايق جدا وكمان اتدايق اكتر لما عرفت ان هما جوعوا سندي طول الليل بسبب تحديات البرنامج فبتروح تتخنق مع جون وجون لما عرف اللي حصل بيتعصب على تشان وفضل يلوموا لانه ملغاش التحدي واول ما تشان رجع على القناة رح تجين تسأله على جون فقال لها انه في حفلة عشل الفريق وانه هينضم ليهم بعد ما يخلص كم حاجة فبتقلق جين لتشان يشرب وساعتها يقول حاجة عنها هي وجون فبتاخد هي كمان فريقها وبيروحوا على نفس المكان وهناك بتقابل جين سندي وبيبقوا هما اللي اتنين مش طيين بعض خصوصا لما بتشوفها جين بتضحك مع جون وبتفضل جين تأكد على تشان انه ما يشربش علشان ما يبوصش الدانية بس المشكلة ان جين نفسها هي اللي بتقعد تشرب لحد ما الشرب بيقصر عليها وبتبقى مش في وعيها ابدا وبتصرع على جون وتشان يروحوا على مكان تاني ياكلوا فيه وساعتها جين بتعترف انها بتحب جون وبتقعد تلوموا على تعاملوا البارد معاها طول السنين اللي فايتت ذي فجون بيكون هو كمان مش في وعيه من الشرب فبيضطر تشان ياخدهم هما اللي اتنين على البيت وبيبط عندهم لان الوقت اتاخر وبتصحى جين تاني يوم وهي مرعوبة لايكون جون فاكر حاجة من اللي قالته فبيتكلف تشان بمهمة انه يتأكد لو كان جون عارف او فاكر حاجة من اللي قالته ولا لأ وبتقوله ان كل اللي قالته كدبه اصلا فساعتها تشان بيستغرب وبيسألها يا ليه الان طالما كل اللي قالته كدب فبيتفهمه جين ان سواء اللي قالته كدب ولا لأ فلو جون سمعه ومداش رد فعل فدي حاجة هتجرحها فبيفهمها تشان وبيطلب منها انها لو احتاجت حد تتكلم معاه فهو موجود علشان يسمعها وبيروح بعدها لجون وبيفضل يرائب كل تصرفاته وبيحلل فكل كلمة يقولها علشان يوصل في الاخر انه كان شارب ساعتها ومستحيل يكون فاكر اي حاجة من اللي تقالت فبيروح وبيطمنها بس بعدها تشان بيروح على نفس المكان اللي كانه فيه مبارح وساعتها عارف بصدفة من صحبة المكان ان جون هو الوحيد فيهم اللي كان في وعيه وقتها وكمان هو اللي وصلهم البيت بنفسه فبيفتكر تشان ان هو اللي ما كانش في وعيه ولما جون قام علشان ياخد جين على البيت هو اتدايق واعترف لجون انه متدايق من حب جين ليه ومش عايزها تروح مع البيت فبيروح تشان علشان يواجه جون باللي افتكره وساعتها جون بيقوله انه فاكر كلام جين فعلا وبيفتكر ازاي حسنه متلغبة وقتها بعد ما عارف حقيقة مشاعرها تجاهه فبيقرر يتعامل مع الموقف كأنه ما حصلش وبيطلب من اتشان ما يدخلش في الموضوع ويركز في شغله لانهم محتاجين يعملوا منتج كتير لسه لحلقات البرنامج اللي هتتعرض فبيروح بعدها تشان وبيقابل جين علشان يطمينها انه تأكد من صاحبة المطعم ان جون يومها ما كانش في وعيه وده لانه كان خايف يعني على مشاعرها فبترتح جين وبتبدأ تحكي لتشان عن قصة شاقتها اللي باقيت شاقت جون بعد ما اضطرت عليتها تباعها وقد ايه زعلت جدا وقتها وازاي جون فضل يوسيها وبتقول لتشان انها ارتحت جدا بالكلام معاه فبيفرح تشان وبيفكرها انه قال لها قبل كده انه مستعد يسمعها دايما وتاني يوم بيبقى يوم عرض الحلقات الجديدة من برنامج جون فبيبدأ الكل يتوقع نسب المشاهدة اللي هيحققها البرنامج وبيبقى تشان هو الوحيد اللي توقع النسبة صح لانه حلل نسبة المواسم اللي فاتت من البرنامج وبتكون النسبة ارتفعت شوية وضفت لمشاهدة شان مع سيندي واللي عجبت كل الناس وشافوا قد ايه زهور تشان كان لطيف جدا وبتكون جين من اكتر الناس اللي عجبها زهوره فبتهني جين جون على الحلقة الجديدة من البرنامج وفجأة بتتصل بيها مومة جون وبتسألها لو كانت تعرف لو جون مرتبط ببنته ولا لأ وده لانها كانت عايزة يتقابل مع بنت تعرفها بس جون مجاش زي ما طلبت منه فبتروح جين وبتسأل جون لو روح المعادة اللي مامته قالت له عليها فبيجذب عليها جون وبيقول لها انه راح وساعتها جين بتفهم انه بيجذب عليها لانه فكر الكلام اللي قالته يوم المطعم فعلشان يحط مسافة بينه وبينها ويرفض مشاعرها من غير ما يقول لها كدب بانه بدأ يتعرف على بنت تانية فده بيحرجها جدا فبيحاول جون يصلح الموقف بس مش بيعرف وتاني يوم بيروح تشان بعد الشغل وبيعزم جين تكل معاه فبتوافق وبيخرجه سوا وساعتها جين بتعرف تشان انها عرفت ان جون فكر كل حاجة وانها ما بيقيتش زعلانة من الموضوع فبيسألها تشان عن سبب حبها لجون فبتقوله انه مفيش سبب معين للحب وبتسأله هي عن سبب حبه لشان فبيقولها تشان لانها حلوة فوقتها بتقوله انه ممكن يكون سبب رفض جون ليها انه مش هيفة جميلة فعلى طول تشان بيقضعها وبيقولها بالعكس انتي جميلة جدا وفي نفس الوقت ده بيعرف جون من اخه جين انها طلبت منه يبدأ يدور على شقة تانية يتنقلوا ليها فبيتضيق جون جدا وبيتضيق اكتر لما بيشوفها راجع مع تشان فبيتخانق معها لما بتطلع على البيت وبيقولها انها كبرت الموضوع جدا وانها حرة تعمل اللي عايزاه فبتزعل جين وبتروح تبات في مكتبها في القناة وبيكون ساعتها جون زعل ان ضيقها كده فبيخرج علشان يتكلم معها بس مش بيلاقيها وتاني يوم في الشغل بتجهز جين لعرض مهم ما هتقدمه القناة وهتشارك فيه سيندي ولما بتوصل سيندي بتطلب من جين تخلي تشان هو اللي يجهزها للعرض فبتخرج جين علشان تجيبه وساعتها بتقابل صاحب قديم ليها اسمه سيونج واللي بيبان عليه انه معجب بيها جدا فبيغير تشان عليها قوي لدرجة انه بيروح بعدها وبيشغبط على اسم سيونج المكتوب على باب اوتو وبعدها بيروح تشان علشان يفهم سيندي هتعمل ايه وبيعمل لها بروفل طلعتها على المسرح وساعتها بتتوتر سيندي وبتبدأ تحس انها بتعجب بي اكتر وبعد ما بتطلع على المسرح بتبدأ تتضارب على الاغنية اللي هتغنيها فبتبقى حتى سماعات ومش مركزة مع اي حاجة بتحصل حواليها وبيبقى فيه معدات بتدخل للمسرح ومشي في اتجاهها فبتلاحظ جين وبتجري علشان تبعدها فبيقعوا هم اللي اتنين وبيتصابوا فبيودوهم على المستشفى ولما تشان بيعرف اللي حصل بيروح بسرعة على المستشفى وهو خايف على جين جدا بس بيلاقي ان اصابة سيندي كانت اكبر منها وجين كويسة وبيجي لهم جون اللي بيكون خايف برضو على جين بس علشان ما يبينش بيلومها لانها السبب في اصابة سيندي اهم شخص في البرنامج بتاعه فبتزعل جين قوي وبتسيبه وهي بتعيط فبيلحقها تشان وبيحضنها علشان يوسيها بس بيتحرجوا من نظرات الناس لهم في الشارع فبيروح تشان يقعد جنب جين وبيطلب منها ما تعيطش تاني لانها تبقى احلى وهي متعصبة وبتنحي تشان انه شال التكليف وهو بيتكلم معاها فبيقول لها تشان انه فرق السن ما بينهم مش كبير فهو هينادلها من غير تكليف عادي وتاني يوم بيوصل تشان وجين على المستشفى علشان جين تتطمن على اصابتها وبتكون سيندي هي كمان هناك فبتشوفهم ولان بيون بتبقى عايزها تسافر اليابان في شغل وهي مش عايزة بتروح سيندي وبتركب عربية تشان من غير ما المساعد بتاعها يشوفها وبتخلي جين واتشان يتعطفوا معاها بعد ما بتقولهم انها مش معاها فلوس تروح لأي مكان ولا خدت اجازة من زمان علشان ترتاح بقى لان بيون مشغلاها طول الوقت فبيكرر تشان وجين يساعدوها ومش بيلقوا مكان احسن من بيت جون علشان يخبوها فيه وباللال بيوصل جون على بيته وبيتصدم لما بيلاقي سيندي عنده فبيتجنن من اللي عملوه بس مش بيقدر برضو يمشيها في وضع زي ده فبيوافق تفضل قاعدة معاهم اربع ايام زي ما طلبت وتاني يوم بيعرفوا ان اليوم ده هو عيد ميلادها وسيندي بتطلب منهم ياخدوها على مكان كانت حبة ترجع تزوره بمناسبة عيد ميلادها فبالليل بياخد جون واتشان سيندي للمكان اللي قلت عليه وبيبقوا مستنيين جان بس لان جين بتتأخر عليهم جون بيقف يستناها وبيطلب من تشان ياخد سيندي ويزبقوهم فبيروح تشان مع سيندي وساعتها سيندي بتحكي ليه على حياتها وزي هي مش مبسوطة فيها ابدا وبتقول له انها ندمانة انها حققت شهرة في سن صغير وبتتمنى لو كانت فضلت مع اهلها وما بيعددش عنهم ابدا وانها بتلوم نفسها على الحدثة اللي ماتت فيها عائلتها لانها اللي طلبت منهم يقولها يوم الحدثة فبيزعل عليها تشان قوي وبيعود يمسح دموعها وبيقول لها ان ما لهاش ظنبه في انه حصل واكيد اهلها لو شافوا النجاح اللي حققته دلوقتي كانوا هيبقوا فخرين بيها فبتفرح سيندي وبتشكره وبتقول له انها هتفضل تفتكره فكل مرة تفتكر المكان اللي هما فيه دلوقتي ووقتها بتقرب منه فبيتصدم تشان وبيتكسف جدا ويعني مش بياخد اي رد تفعل فبتتوتر سيندي وبتقول له ان هي تديه الوقت يفكر قبل ما يجاوبها على اي حاجة لانه اكيد متفاجئ دلوقتي وبتكون جين وصلت على مكانهم فبيروحوا كلهم علشان يفرجوا سيندي على العاب النارية ويهنوها علشان عيد ميلادها فبتتدهيق سيندي لما بتلاقي جين وقفة جنب تشان فبتروحوا وتقف في النص ما بينهم وبيروحوا كلهم بعدها على مكان يسهروا فيه وهناك بيغني تشان اغنية وبتفهم سيندي انه بيقصد بها جين فبتقوم بتغني اغنية ليه هي كمان وتشان بيفهم هو كمان انها ليه اما جين بقى فمش بتفهم اي حاجة وبيتغني هي وجون اغنية عن الحب الاول وطبعا بتبقى اصدب الاغنية جون ودن يوم من بعد خروجتهم سوا بتكرر سيندي ترجع على بيتها بعد ما شافت اشعات عن غيابها بتتهم جين انها السبب بعد الحدثة اللي تعرضوا لها في المسرح فبتتصور سيندي صورة مع جين وبتنزلها علشان توضح انها كانت في اجازة والفنز بتوعها يبطلوا يديق جين وده بيفرح جين جدا بعدها بتخرج جين علشان تتغذى مع زميلها وساعتها بيعرض عليها زميلها هيونج تخرج مع واحد صاحبه فبيغير عليها تشان جدا اما جون فبيقول لها انها حرة في قرارها في المواضيع دي وبعد ما بيخلصوا بيروح تشان وبيحاول يقنعها ما تخرجش مع الشخص اللي قال لها عليه هيونج علشان الشخص ده اكيد مش مناسب ليها والغريب ان جين لما بتروح بتلاقي جون بيقول لها نفس الكلام بالزبط فبتحس انها اشارة وبتصرف نظر عن الموضوع وفي نفس الوقت ده بتكون سيندي قعدة مستنية تشان يكلمها او يبعت لها اي رسالة حتى من ساعة ما رجعت على بيتها وبتبقى ازعلان انه مفكرش فيها طول الوقت ده بس تاني يوم بيروح تشان مع زميله على بيتها علشان يصوروا معها حلقة من حلقات البرنامج وبعد ما بيخلصوا تصوير بيتكلم تشان معها بصراحة وبيقول لها انه مش حاسس انها بتحبه بجد لانها من كتر ما بتمثل فبتفتكر التمثيل حقيقة فده بيكرح سيندي جدا وبتفهم ان تشان رفض مشعيرها تجاهه فبتطلب منه ويمشي لكن تاني يوم بتكلمه وبتقوله انها مستنياء وصبيته علشان تتكلم معاه ولكن تشان بيكون متفق مع جين يروح السينما سوا فبتبقى جين مستنياء وتليفونها بيفصل فلما بيتصل بيها تشان بيلاقي تليفونها مقفول وساعتها تشان بيحتار ومش بيبقى عارف يروح لمن فيهم فبيكرر يروح لجين على السينما علشان يعتذر لها انه مش هيقدر يتفرج معها على الفيلم لان سيندي محتاجة قبله ضروري وفي الوقت ده بتكون سيندي اعدى مستنياء تحت المطر فبيشوفها جون وبياخدها على بيته تستنى تشان هناك وبيوصل تشان وجين على بيت جون وساعتها بتعرف سيندي انه كان مخطط يتفرج على فيلم مع جين فمش بترضى تقوله هي جت ليه اصلا وبتعتذر له بس على عملته يوم عيد ميلادها وبتمشي فبيلحقها تشان وقبل ما يروح لها بيعتذر لجين على الفيلم اللي معرفوش يحضروه فجين بتقول له انه عادي وهي مش مدية اصلا فبيقول لها تشان انه هو اللي مدية علشان ما تفرجش على الفيلم معاها وساعتها جين مش بتفهم حاجة وارده وبتفتكر ان تشان بيحب الافلام جدا مش اكتر بعدها بيروح تشان علشان يودع سيندي وبيعتذر لها على اللي قالوا ليها لما كان عندها في البيت وبيقول لها انه مش حبي بدنها تزعل او تتجرح بسببه وساعتها بتسأله سيندي عن مشاعره ناحية جين وبتتأكد انه بيحبها فعلا فنفس الوقت ده بتتكلم جين مع جون علشان تبلغوا انها بدأت تحضر لتجهزات نقلها لان خلاص الاربع شهور بيخلصوا ولسه فاضل ثلاث اسابيع بس على نقلها وبتعتذر له على ازعاجها ليه في بيته وتولي الوقت اللي فات وكمان على مصرحتها ليه بمشاعره واللي كانت هتعرض صداقتهم للخطر وساعتها بيسألها جون عن طبيعة علاقتهم بعد ما كل واحد فيهم يتجوز من شخص تاني فبتقوله جين انهم اكيد مش هيبقوا زي الاول فبيزعل جون وبيقولها انه مش حابب علاقتهم تتأثر باي حاجة ومن بعد اللحظة دي بيعدي اسبوعين وبتبقى جين مشغولة جدا في تجهزات النقل لشقتها وتشان مش سايبها لحظة وبيساعدها في كل حاجة وهو مبسوط جدا لان هي هتسيبت جون اخيرا شان مش سايبها لحظة وبيساعدها في كل حاجة وهو مبسوط جدا لان هي هتسيبت جون اخيرا وبيكون جون غيران من علاقتهم سوا والزايبه وقريبين من بعد قوي وعلى طول تشان معاها وبيساعدها وفي مرة واتشان بيساعد جين تنقل حاجات من قضيتها بيلاقي ألبوم صور ليها من المدرسة وبيكتشف انه ظاهر في صورة منهم فبتتفاجئ جين وبيطلب منها تشان يحتفظ بالصورة فبتوفق على طول وساعتها بنعرف ان تشان من وهو صغير وهو معجب بجين وكمان اتعمد يظهر في الصورة قصد لانها كانت بتتصور مع جون وبعدها تسأل جين تشان هو ليه بيحب يساعدها قوي كده فبيصريحها تشان انه معجب بيها بس الغريب انه برضو جين مش بتفهم انه معجب بيها بجد ولا حتى الموضوع بيجي في بالها وبتطلب منه يكمل مساعدتها ويساعدها في حلقة برنامجها الجاية واللي هتشارك فيها سيندي فبيروحوا بعدها على الشغل وبتبقى سيندي متضايقة لان بيون جابت واحدة غيرها وعايزة تشهرها على حسابها علشان بعد ما تشير تتخلى عنها لان سيندي ما بقتش تسمع كلامها زي الاول وتغيرت جدا فبتطلع سيندي على المسرح وقبل ما بتغني بتشكر اعضاء فرقتها السابقة اللي تخلت عنهم وكمان بتشكر جين على مساعدتها ليها وبتشكر تشان في النهاية بس من غير ما توضح اسمه على يعني وجوده اللطيف في حياتها واللي خلي حاجات كتير تتغير فيها فبيتأثر تشان بكلامها وبيتعلم منه انه لازم ما يحتفظش بمشاعره لنفسه فبيكرر يعترف لجين بمشاعره والمراضي هيتأكد انها تفهم انه بيحبها فعلا فبيروحوا بيشتري لها ورد ودباديب وبيكلمها علشان يقبلها وبيعرف انها قريبة من بيتها الجديد فبيروح لها بس بيلاقي جون عندها وجون بيطلب منها ما تسبش بيته وتعيش في مكان تاني لانه عايزها تفضل معاه فاتشان بيقطعهم ومش بيعرف يصارح جين بحاجة فبيرجع على بيته وهو محبط قوي وساعتها بيكرر يسجل اعترفه بمشاعره نحي جين في الدب دوب اللي اشتريه وفي لابس الوقت ده بتكون جين مستغربة ليه جون طلب منها تفضل عايشة معاه بس مش بتفهم السبب وبتفتكر انه عايز ده علشان تنظف وترتب البيت ده انت غبية المهمة تتخنق معاه ومهما حاول جون يوضح لها مش بتديله فرصة وتاني يوم في الشغل بيجمع جون فريقه وده لان القناة بتفكر تعرض برنامج تاني ما كان برنامجهم فبيطلب جون من فريقه يفكره ممكن يعملوا ايه علشان البرنامج بتاعهم ما يتلغيش وساعتها بيتفقوا يكلفوا تشان بالمهمة دي ويخلوه يشتغل بنفسه على المشاهد اللي اتصورت فبيبدأ تشان يشتغل على منتاج المشاهد ويفكر في محتوى الحلقة الجاية ولما بيوري جون جزء من الشغل بيقوله جون انه هيحتاج يعيد من الاول لانه مركزش على سيندي خالص في شغله مع انها النجمة الرئيسية في البرنامج فبيطلب منه يفكر كمخرج ايه هو المميز في سيندي علشان يوصله للناس فبيبدأ تشان يركز في مشاهد سيندي وبيشوف قد ايه يا لطيفة وكمان بيلاحظ انها في اكتر من مرة كانت بترقبه من بعيد من غير ما ياخد باله وبتشوفه جين فبتفتكر انه معجب بسيندي فبتروح تتكلم معاه وبتقوله ان هي هتساعده علشان يعترف لها بمشاعره علشان لازم ما يخبهاش زي كل مرة فبيحول تشان يفاهمها انه فعلا معجب ببنت بس مش سيندي ابدا ولكن مش بتفهم حاجة خالص كالعادة لحد ما بالليل بتشوف مامة تشان جون وجين بالصدفة فبتعزمهم عندها على العشا وساعتها بتشوف جين الدبدوب اللي تشان مسجل عليه اعترفه ليها ولما بتمسكه التسجيل بيشتغل واخيرا بتفهم جين ان تشان طول الوقت اللي فات كان بيحبها هي فبتكلمه وبتطلب تقابله وبيكون تشان فهم انها سمعت التسجيل لان ما كان الدبدوب تغير فبيقولها انه في البداية ما كانش قصد يحبها بس لقى نفسه بدأ شوية بشوية يعجب بيها فبتقوله جين انها تفاجئت بمشاعره نحيتها لانه ما تخيلتش ابدا انه ممكن يعجب بيها فتشان بيصراحة انه اول مرة يبقى شجاع ويعترف بمشاعره الحد وبيروح يقرب منها وده بيخلي جين تحتار وبتبقى مش عارفة تعمل ايه لانها مش حابة تجرح مشاعراتشان لانه كان لطيف جدا معاها طول الفترة اللي فاتت دي وسعيدها كتير فمش بتدي له اي جواب على اعترافه وتاني يوم بتنقل من بيت جون بشكل انهائي وبتودعه وبتشكره على وجوده في حياتها وفي نفس الوقت ده بتكون بيون قررت تقضي على مسيرة سيندي بشكل انهائي فبعتت صحفيين على بيتها بعد ما بلغتهم ان سيندي كبت بخصوص عيلتها وقالت قبل كده ان هم عايشين لسه وموجودين في امريكا فنهارت سيندي اول ما سمعت باسم عيلتها وبتفتكر ان بيون هي اللي اكبرتها تقول كده وهي صغيرة فبتقول حقيقة عيلتها قصاد الصحافة وده بيدرها اكتر لان الناس بيفتكروا انها كبت لانها مكسوفة من عيلتها فده بيقلل من شعبيتها كتير فبتكتائب سيندي وبتحس ان دي نهاية مسيرتها وعلى الجانب التاني بتكون جين قرر تصارح تشان بانها مش بتبدله نفس مشاعره وانه مستحيل تشوفه اكتر من مجرد زميل اظهر منها فبيطلب منها تشان تدي اي فرصة لعلاقتهم بس جين على طول بترفض فبيروح تشان وهو زعلن جدا وتاني يوم بيشوف هو وجون المقارات اللي اتكتبت عن سيندي وبيبقى مدير جون عايش زون يستبعدها من البرنامج بتاعه لان مش نقص فشل اكتر من كده فجون بيكرر ما يتخلاش عنها وبيجمع هو واتشان فريق البرنامج وبيروحولها على بيتها علشان يكملوا تصوير الحلقات فبتتأثر سيندي جدا لدرجة انها بتعيط بجد قصدهم لأول مرة وبتروح بعدها مع فريق البرنامج علشان تصور باقي الحلقات وفي نفس الوقت ده بتعرف جين من مصور قديم في القناة انه عمل مقابلة من زمان لسيندي وساعتها سيندي قالت ان باباها ومامتها ماتوا وعيطت قوي بعدها لدرجة ان بيونة دخلت وقتها وهي متعصبة علشان سيندي بوزت مكياجها وطلبت منه يشيل اللقطات اللي سيندي اتكلمت فيها عن عائلتها من المقابلة فبتطلب منه جين يقول لها لو فيه لسه اي نسخة كاملة باقي من المقابلة فبيقول لها انها ممكن تلاقيها فأرشيف القناة فبتروح جينة على الأرشيف وبتفضل صهرانة طول الليل علشان خطر تتفرج على الفيديوهات وتطلع منها مقابلة سيندي لحد ما بتلاقيها وبتعرضها فعلا وده بيرجع يحسن من صورة سيندي جدا وبيبن قد اي بيون مستغلة وبتاعت مصلحتها فبتروح سيندي وبتشكر جين وبعدها بتروح تفسخ عقدها ببيون علشان تستقلب نفسها وبشغلها وبتكون نسب المشاهدة بتاعت البرنامج بدأ التعلى شوية من تاني فبيروح جون وبيقول لتشان ان ده بسببه هو وسيندي وبيخليه المسؤول بشكل كامل عن الحلقة الجاية من البرنامج وبعدها بتعرف جين بالصدفة ان جون طلب يصلح عمود النور اللي في الشارع القريب من بيتها مخصوص يعني علشانها وفادل يزن وراء الموضوع لحد ما صلحه وساعتها بتفهم لوحدها الحمد لله ان ده دليل على حبه لها اخيرا فبتكلمه علشان يجي لها وتواجهه فبيعترف لها جون اخيرا انه بيحبها من زمان جدا ودخل نفس الكلية علشان يبقى بس معاها بس كان خايف طول الوقت يخسرها فاكتفى بوجودها في حياته كصاحبة وخبى مشاعره نحيتها فبتفرح جدا جين انه اخيرا اعترف بعد السنين دي كلها وبيكرروا من بعد اليوم ده انهم يرتبطوا اما تشان وسندي بقى فبيكون لسه قدامهم شوية على ما تشان ينسى مشاعره الجين ويبدأ يفكر في سندي بس هي مش بتستسلم وبتفضل متمسكة بمشاعرها نحيته وبس كده بيخلص مسلسلنا لو عجبتكم بقى علاقة تشان بسندي فانتوا لازم تتفرجوا على مسلسلهم الاول اللي عملوه مع بعض الزمان وهو جيم هاي الجزء الاول هتلاقوا الملخص بتاعه في اول كامل ولحد هنا يكون الفيديو خلص ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وكمان اشتركوا في قناتي التانية على النجاري اتنين ولو عندكم فيسبوك تبعوا صفحتي الوحيدة هناك واكيد ما تنسوش انستجرام وتيك توك كمان وباي اشك في فيديو جديد